أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع شيخ حمد جابر العلي الصباح على دعم ومساندة جهود منتسبي قيادة السلاح والذخيرة بهيئة الامداد والتموين والحرص على تذليل مختلف العقبات التي تواجههم جاء ذلك في كلمة عقب زيارة تفقدية قام بها الشيخ حمد جابر العلي إلى مصنع السلاح والذخيرة والمستودعات الجنوبية التابعين لقيادة السلاح والذخيرة بهيئة الامداد والتموين في منطقة جلعة وفيها قال إن إنشاء مصنع للسلاح والذخيرة بالبلاد يعد نقطة تحول جوهرية وانطلاقة نحو تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة العسكرية وتمكينها من القيام بدورها الأساسية في الدفاع عن أمن وسلامة الوطن ودعم وإسناد القوات الشقيقة في المنطقة